تأدب بأداب الصيام واحد الدعاء عند رؤية الهلال اثنين الاستعداد للصوم بتبييت النية من الليل لا صيامة لمن لم يبيت النية من الليل كل ليلة بالليل وانت بتصحر انوي في قلبك من غير ما تتلفظ بلسانك نوي تصوم يوم من رمضان تأخير الصحور تعجيل الفطر ساعة مئذن المغرب الله أكبر اسرع كل تمر افطر على التمر قبل ذهابك للصلاة احرص على صلاة المغرب في المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام احرص على الدعاء عند الإفطار فإن للصائم دعوة مستجابة اغتنم وقت السحر الدعوة إلى طعام الإفطار من القربات اللي ربنا بيحبها اطعام الطعام ومن أول ما جاءت به شريعة الإسلام هتيجي معنا في السيرة أول ما جاءت به شريعة الإسلام اطعام الطعام السمر المرجوة من الصيام هي التقوى فاتق الله اتق الله في أعمالك في أقوالك في ظاهرك في باطنك في سرجك في علانيتك تسعة إذا صمت رمضان وقمته فأنت من الصديقين والشهداء فاجعل صومك جديراً بهذه المنزلة الصديقين والشهداء عشرة أنصحك بالعزلة عن الناس وتجنب الاختلاط بهم متنا